مع الشروع في أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب يتطلع المجلسان لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية التي تصب في صالح الوطن والمواطن وسيعمل المجلسان في إطار مهمهما للبناء على ما تحقق خلال الفصول السابقة واستكمال مسيرة التحسين والتطوير والازدهار التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات تمضي مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم بعزيمة وطنية صادقة لمزيد من الإنجاز والعطاء في إطار دولة المؤسسات والقانون ومع بدء أعمال الدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب تتواصل الجهود لترسيخ مبادئ المسيرة الديمقراطية وتحقيق المزيد من المكتسبات التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين من أجل دورة عمل مثمرة وصولا إلى الغايات المنشودة وبدعم من جلالة الملك المعظم تتواصل إنجازات السلطة التشرعية التي نبع تطورها من صميم الإرادة الشعبية في نموذج مميز في خصوصيته غني بالعزيمة والإسهامات لمواصلة المنجزات على درب الارتقاء والرخاء للمسيرة الوطنية المباركة والمتجهة بكل ثقة وثبات نحو المزيد من التحسين والتطوير والازدهار وخلال المرحلة المقبلة من مراحل العمل الوطني سيتواصل الحفاظ على أعلى مستويات التعاون البناء والمثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشرعية بجهود رفيعة ومنهجية رائدة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف في مختلف المجالات هذا وين سيكون الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم منهج عمل يحدد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة لجميع السلطات لتحقيق الرؤى الملكية السامية ودافعا قويا للعمل المخلص والعزيمة الصادقة لمواصلة الإنجازات في مسيرة النهضة الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين